قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن فكرة إصدار جواز سفر إلكتروني ما زالت مشروعا قيد الدراسة وهو يختلف عن خدمة إصدار جواز سفر بالطريقة إلكترونية المتوفرة حاليا وبحسب بيان صحفي قالت الوزارة إن خدمات إصدار أو تجديد جوازات السفر بطريقة إلكترونية متاحة حاليا من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية أو عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ومن دون الحاجة إلى مراجعة أي من المكاتب التابعة للدائرة حيث يقدر حجم الطلب على هذه الخدمات ما يقارب 500 ألف طلب في السنة وأضافت أن مشروع إصدار جواز سفر إلكتروني هو عبارة عن جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية تخزن عليها جميع المعلومات الخاصة بصاحب الجواز ولا يوجد نية للحكومة لإصداره لعدم توفر مخصصات له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر